اشتركوا في القناة القمر موجود في برج الثور في منزلة الدبران هي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد تأثير القمر على كافة الأبراج لما بيكون موجود في الثور نشعر بالحذر أكثر ومن ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقليل مننا ممكن يبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وما نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفزيون مثلا أما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل هذا اليوم أول زاوية فلكية رح تكون تربيع سلبية رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة خمس ونص صباحا بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلق الصغر من أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بتور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة 11 و37 دقيقة بتوقيت جرينيتش بعد الظهر بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية وبتعزز الخيال القصب وبيقوى الحدس وعليه فإن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بالمجالات الفنية مثل الديكور والتجميل والأشياء الشبيهة لهاي طبعا بما أنه القمر رح يكون موجود في برج الثور معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 25 أربعة رح يكون في تمام الساعة 12 و42 دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر حتى تمام الساعة 7 و19 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر إلى الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر القمر الجديد يومين في تمام الساعة 23 و22 دقيقة فجرا بصير عمره ثلاث أيام نسبة الإضاءة ثلاثة في المية أسا في أشخاص بسألوا بقولك ليش يومين يعني ليش نطيت عن يوم الآن بالقمر العربي بالحسابات الفلكية ثلاثين يوم ما فيه إش اسمه لا 29 ولا 28 ولا 31 ولا هنه 30 يوم الآن عشان يطلع الشهر العربي كامل على حسابنا إحنا فبتم اختصار أول يوم فعشان هيك بما أنه أجى بداية الشهر اثنين معناته هذا الشهر 29 يوم مش 30 يوم وصلت المعلومة يعني شهر رمضان 29 يوم فلكي الآن هم بدهم يصومون 30 بدهم يقولوا هو 30 بدهم هذا هم حرين ولكن فلكيا هو 29 لأنه لو أجى أنه القمر الجديد يوم بنحسب 30 يوم بما أنه أجى اثنين معناته 29 يوم وصلت المعلومة فعشان يمشي مع الشهر ببدأ بالعدد باثنين اليوم اثنين والفجر بصير ثلاث أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى 25 المزاج ممتزج القمر في الثور حتى 25 المزاج ممتزج حتى ساعات الصباح وبعدين بصير سعيد عطارد في الحمل حتى يوم 27 المزاج ممتزج الزهرة في الجوزاء حتى 13 وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه سعيد الزهرة طبعا رح يتراجع في الجوزاء المريخ في الدلو حتى 13 5 مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى 14 5 وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى 11 5 وبعدين ببدأ عملية التراجع في نفس برج الدلو مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى 15 8 بعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج نبتون في الحوت حتى 23 6 وبعدين ببدأ عملية التراجع في نفس برج الحوت مزاجه سعيد بلوته في الجدي حتى 25 4 وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج طبعا حكينا ممتزج يعني انه بتقلب طول النهار بالمزاج ما بين سعيد وممتحس سعيد وممتحس لغاية انه هو ما يكمل النهار فعشان هي كما منقدر نقول من الساعة كذا للساعة كذا سعيد ولا من الساعة كذا للساعة كذا ممتزج أو منتحس منحطها كاملة ممتزج انه طول اليوم متقلب بالمزاج هذا واحد اتنين بالنسبة لتراجع الكواكب لما انا بقول تراجع الكوكب بما انه ولد زحل بدي تراجع في الدلو يوم مثلا 11-5 خلص معناته بدي تراجع في زحل ما رح يتراجع في اي اشي بدي تراجع لما يرجع للجدي منذكر انه هو رح يتراجع في الجدي لتاريخ كذا اي كمان نقطة النقطة الثالثة والاساسية انه انا لما بحكي بتوقيت جرينتش توقيت جرينتش ماشي فيه ناس بتقولك احنا في الاردن وبالعراق سوريا لبنان احنا اللي منتابعك لا انا بتابعني من كل العالم فعشان هيك انا لما بحكي بجرينتش بسهل علي في امريكا بدل ما يجي على توقيت الاردن بعدين يحول من الاردن لجرينتش وبعدين يرجع الفارق التوقيت بينه وبين امريكا فانا بحكي توقيت جرينتش بكون اسهل للتحويل هاي كمان نقطة ثلاثة اربعة قصدي اه ثلاثة اه لا هاي الرابعة الرابعة اه انا لما بحكي التوقعات بحكي التوقعات برج وطالع يعني بتسمع برجك وبتسمع طالعك الغالب عليك هو اللي بتوخذ فيه يعني انت شفت انه برجك دائما هو اللي بيجي مزبوط عليك في التوقعات بتوخذه هو شفت انه الطالع بيجي عليك هو المزبوط اكثر بتوخذ الطالع شفتهم الاثنين متوازنين وبعطت انك توقعات واضحة جدا بالنسبة للك توخذ الاثنين وانا مع انك توخذ الاثنين مش توخذ واحد لحالوي يعني تسمع برجك وطالعك بيكون افضل كمان شو ضل اسئلة ما ضلش اسئلة خلينا نروع التوقعات اليومية برج الحمل يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بتعالج استحقاق مالي ما تتسرع بتوظيف الاموال دقيق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات عندك بشكل ملحوظ يعني بمعنى اخر بقولك هذا اليوم اتفائل هسا في اشخاص من برج الحمل بيجي بقولك انت دايما معطينا سلبية وطاقة سلبية ومن حسنة ومن هادي انا ما رح اكذب عليك في ابراج او بيوت بتكون سعيدة بقولك سعيدة في بيوت بتكون روتينية بقولك روتينية في بيوت بكون فيها كواكب عام لزوايا زوايا تربيع منتحسة بدي اقولك ياها منتحسة انت خذ الاجابي وانسى السلبي اللي انا حكيت لك يا اذا انت والله مزعجك اني انا بحكي سلبي يعني حياتك ما شاء الله جميلة جدا وكلها راحة وكلها فرعات اكتب لي توقعاتك كذب انا حياتي مبسوطة انا طائرة من الفرح انا معي مصاري انا معنديش مشاكل في البيت انا مش عصبي انا مش متكاتل انا وحبيبتي بالعكس انا كل يوم بحبت انتين ثلاثة اربعة عشر خمسة عشر حر انت اكتب لي اللي انت بصير معك بس انا ما بكذب عليك ولا بكذب على حدا بعض التوقعات زي ما انا بشوفها عجبك تسمعها اسمعها بدك تاخذ الايجابية خذ الايجابية بدك ش تاخذ الايجابية بدك انت تكون سلبي خذ السلبي يا اخي في ناس سلبيين عندي انا بسمعوني برج الحمل بدهم السلبية لحالها احرمهم انا من المتعة هاي عشان انت بس تاخذ الايجابية ما بتزبط فلازم انا اعمل توازن ما بينك وبينهم ماشي الله يرضى عليك كبر راسك شوي يعني طيب خلينا نروع البيت الاول البيت الاول هاي البيت الاول روتيني يا سيدي اي ما فيش شي لا انا ابدأ اقول لك سلبي ولا ابدأ اقول لك ايجابي روتيني ما فيش اشي فيش تأثيرات كواكب عليه الحمل مش عامل زوايا يعني ما في زوايا من عندك طالعة انت تعمل زوايا تربيع ولا مقابلي ولا اي اشي تضغط عليك فعشان يكيد توازن عندك في الكواكب هاي روتيني ايش اجابي اقول لك انا ايش يعني فروتيني ما في ايش على حسب طبيعة نفسيتك انت بتتعامل اليوم يا اما بتكون مبسوط كثير يا بتكون انت اذا النوعية النكد معناته الحياة نكدي معك انت مزاجك متدلب وعصبي وعادي جدا بتعمل مشاكل واذا انت من النوعية المارح واللي بتنبسط وبتنكت وبتطلع بالجو الحلو معناته اليوم هذا رح يكون معك جو حلو رح تكون مبسوط اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا ايجابي بدعمك بقوة بالفترة هاي فلغاية مثلا ساعات المغرب هسا في فرص مالية بما انه القمر موجود في بيت المال عندك وعطاك هذا كمان فرص معناته بعطي فرص للاشخاص اللي بتطلع من بيتها للاشخاص اللي بتسعى عشان تحصل المال للاشخاص اللي الهم ديون على ناس بدهم يحصلوها للاشخاص اللي الهم رواتب بدهم يأخذوها للاشخاص اللي بد يطلبوا مساعدة من اي شخص ممكن يحصلوا يعني يوم ايجابي بالنسبة لهم بس احنا اجمالا منقول لما القمر بكون موجود في الثور وبكون القمر نفسه عمل زاوية تربيع منقول لكم قللوا من المصاريف ماشي هاي ايجابي وصلنا للبيت الثالث البيت الثالث الجوزاء الجوزاء برضو عامل زوايا ايجابي والزهر موجود في عامل زوايا ايجابي معناته ايجابي معناته انت نشيط وعندك حركة عندك سرعة بديهة عندك قدرة على الاقناع بتوصل المعلومة بسلاسة بتحث ابنك على الدراسة لك تعاون مع اخ او جار بكون ايجابي في منكم ممكن اللي بيشتغلوا مثلا وبطلعوا من بيوتهم عشان ما تقولوا ليش انه انت الناس قاعدة بكورونا في ناس بتشتغل الناس اللي بتشتغلوا بتشتغل في مجال التسويق اليوم بتسوق بشكل ايجابي ممكن تعمل صفقات تجارية ممكن تبيع احسن افضل يعني بتفتح لهم مجالات كبيرة الاطفال اللي عندهم امتحانات بالمراحل الاساسية مراحل اعدادية ثانوية بيبدعوا برضو بيقدموا امتحانات بشكل جيد عندهم قدرة استيعاب عالية هاي ممتازة البيت الرابع البيت الرابع سلبي طيب بما انه سلبي معناته بدنا نقول لك يا عمي انه في مشاكل في البيت ممكن يصير فيه اعطال في البيت ممكن يصير فيه نكد في البيت ممكن يصير مشكلة على طبخة مثلا على اكله خصوصا اول يوم الصيامة هاد ممكن تتفششوا في بعض ممكن تلتي في بعض العطال بدها تصليحات ممكن خلاف بينك وبين اي فرد من افراد العائلة من الشرط اللي انا بحكيه انه يصير عادي تجاوز المرحلة هاي وامسك حالك اشحن حالك بطاقة ايجابية ما تسويش مشاكل في الدار واكتب لي والله انا مساكت حالي وما سوتش مشاكل في الدار بكون مبسوط طبع انا قاعد بحذرك عشان ما تسويش مشاكل في الدار هاي ايجابية برضو منها سلبية هاي حولناها لايجابية اذا قدرت تقاومها البيت الخامس بيت الحظ برضو منتحس اللي هو الاسد طيب الاسد بما انه منتحس ومعطيك نحس كيف حياتك العاطفية بده تكون معناته بده يكون فيه يا اما بدها تتصرف تصرف الحبيبي معك تنكد عليك يا بدها ترد عليك على التليفون يا اما بدك تجرب حظك في شغلة وتفشل فيها يا اما انت بتتصرف تصرف فيه بتتحسس منك بتتعصب عليك عادي جدا يعني اتجاوز هاي المرحلة يصيدي وبصير ايجابي انا ليش بحكي الابراجة انا بحكي الابراجة عشان تتحقق عليه غصبة عنك ما هي بحكي الابراجة انا برضو عشان تكون معك ايجابية عشان تعكس انت توقعاتي وتحتاط منها وتصير ايجابية طيب بالنسبة للبيت السادس ايجابي بدعمك على مستوى العمل طيب يوم جمعة فيش عنا شغل في غيرك مدومين امريكا اوروبا هذولا يوم الجمعة دوام عندهم فمنقولهم راح تنجزوا بعض الاعمال انت قاعد في الدار ماشي اعمال منزلية ترتيب طاولات بتزيح من هون بتطلع من هون لك اعمال معينة في البيت انت بتنجزها اليوم ممكن تفكر في ملف شغل ممكن تتصل انت على موضوع شغل ممكن يتصل فيك مديرك اذا انت عندك مدير على شغل كله ايجابي راح يكون على مستوى العمل يعني راح تنجز انت معاملات اليوم ممكن تتعاون انت وزميل توكله امر على اساس انه يحل ملف عنك اذا انت بتدوم طيب على مستوى الصحة ما هو بيت العمل والصحة هذا على مستوى الصحة جيد بما انه جيد البيت هذا طيب هاي وصلنا للبيت السابع البيت السابع برضو جيد لغاية ساعات المغرب معناته على مستوى الشراكي بينك وبين الزوجة بينك وبين زوجك زوجتك امورك كويسة فيه توافق ما بينكو فيه بتتجاوب معك هسا اذا هي طالعها سلبي وعندها البيت السابع فيه مشاكل هي تصرف التصرف جاكرتك عاندتك سوت لك مشكلة هذا برجها فانت برضو اذا هي سوته شفته ايجابي حولت المشكلة هاي وعملت لها حل هايك حليت المشكلة يعني صار ايجابي بيتك الثامن روتيني ما فيش لا ايجابي ولا سلبي فيه معناته انت بتتعامل على الاموال المشتركة طبيعتك حاب تطلب دين بتقدر تطلب مش حاب تطلب دين ما تطلب ايج دين بدك تفاق تعمل فوترا او جدول الاحساباتك المالية والديونك والالتزاماتك والقروض وهذا انت حر ما فيها على حسب طبيعتك بتمشي اليوم البيت التاسع برضو ممتاز للك بدعمك على مستوى كل اشي لو الدنيا فاتح منقول لك بدعمك على السفر بتفكر بالسفر بتفكر هذا الدنيا مسكرة ممكن يخطر على بالك اتصال في اشخاص خارج البلاد ممكن يخطر على بالك انه والله حابب اسافر على البلد الفلانية اهج من ها الدنيا اهاجر هاي كلها البيت التاسع الدراسة الجامعية التاسع الاستيراد والتصدير هاي البيت التاسع القضايا القضائية البيت التاسع اوراق قانونية البيت التاسع كل هاي في البيت التاسع ايجابية الحركة والرياضة البيت التاسع النقاش بالفلسفة والدين والامور هاي برضو البيت التاسع والسياسي كل هاي ايجابية يعني اذا ناقشت اذا درست اذا قدمت امتحان اذا كان عندك محكم اذا كان عندك هذا كله ايجابي بدعمك بشكل ايجابي طيب البيت العاشر اي بيت الصمعة بيت الصمعة بالنسبة لك متقلب اليوم في حدية وفي ايجابية فعشان هيك ما نقول لك يا عمي بيت الصمع بيهددك حاول انك انت شوي يعني ما تخلفش القوانين خذ جانب من الحيطة ما تدخلش بأعمال مشبوهة ما تحاولش تعمل مشاكل ممكن تصل للمغافر الأمنية أو المراكز الأمنية تحتدش وتعصبش عشان ما تصلش للمرحلة هاي بما انه بيتك الرابع ما تضربش واحد من العيلة ويشتكي عليك ويسجنك ما تعملش مشاكل على مستوى الحبيب مثلا تمارس حظك في تجربة انك بدك تطلع اثناء الحظر وتنمسك وتنسجن كل هاي تحذيرات يعني انا بحذرك طلعني كذاب يا اخي وامشي عكس ما بقول بالنسبة لبيتك 11 بيتك 11 هيو برضو منتحس بيتك مع الاصدقاء والمعارف والعلاقات استفزك واحد منهم تصرف تصرف نم عليك استغابك اهملك ما ردش عليك بدوش يحكي معك نفس الاشي بايدك انت تطنش الموضوع وبايدك انت تكبر الموضوع وتسوي فيه مشكلة لانه قابل انه يصير فيه مشكلة فانا بحذرك ما الي علاقة فيك انت سويت المشكلة ولا ما سويت المشكلة انا بحذرك من المشكلة قبل ما تصير اليك تاخذ فيها وليك ما تاخذ فيها بيت ما تعبك حاد جدا ده عناتهم نقول لك بدك تدير بالك على صحتك بدك ما ترهق حالك حاول تراقب حالك راقب تغذيتك عشان ما يصيرش معك تخمي لا سمح الله ما يصيرش معك تلبك في الامعاء لا سمح الله ما تبردش تنامي مكشف وتبرد دير بالك اخذ قسط من الراحة يعني هاي كلياتها برضو نصايح يعني هيك هيك التوقعات وهيك الابراج هيك احنا منحكي ماشي هسا الان انا خلصت من التوقعات البرج لا اليك يعني هذا درس فلكي يعني شرحت لهم انا كيف بتوقع بس هو شخص واحد بنزل تعليقات دائما تردوش على الكذبين وتردوش على الدجالين وتردوش على اللي بتفلسفه وكله هذا شعوذي ومش عارف ايش يعني بيحمل اساءات فصرت حذف له اكثر من تعليق انا بس الامبارح انه طلعي خيطاقة سلبي وهذا يعني انت شو اللي بدك يا يا اخي حطل ديسلايك واطلع عملي بلوك حضرني اذا مش عاجبك توقعاتي اذا مش مؤمن بالتوقعات عادي جدا يعني فكها فكها الله يسعد مساكه جميع برج الثور ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي تتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة اهم شي انك تتشجع ما تحاول انك انت تدخل بمواجهات خلال هذا النهار ممكن يكون عندك يعني ادارة او قدرة على انك تمارس عمل معين بارادة قوية مع اندفاع وحماس يعني عندك عندك قابلية بانك انت اليوم تتحرك بجهد او بقوة ولكن مش للمواجهات طيب خلينا نشوف البيت الاول ايش بحكي البيت الاول زي ما حكينا القمر موجود فيه بدعمك بشكل قوي جدا بدعمك على مستوى نفسية وعلى مستوى ثقتك بالنفس وبتقدر اليوم انت تعزز كثير من الاشياء بسبب هاي الثقة العالية اما بالنسبة للبيت الثاني فانا بشوف البيت الثاني برضو جيد بدعمك على المستوى الوضعي المالي فعشان هيك بحقق لك بعض المكاسب المالية وممكن يفتح لك بعض الامور اللي ممكن تحصل من خلالها انت اموال يعني اذا تحركت انت رح تكسب اموال اذا طلبت ممكن يجيك اموال يعني اذا استغلت هاي الايجابية فيه الاشخاص اللي بيشتغلوا عرأس عملهم ممكن اليوم يحققوا بعض المكاسب من عمل اضافي مثلا او ممكن يحصلوها على شكل هبة او هدية طب الاشخاص اللي قاعدين في البيت وبعملوش ولا اي اشي شو وضعهم عادي مش رح يحصلوا لا اذا ما تحركوا بالاتجاه هذا ما رح يحصل فلوس اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا يعني بتحرك عندك قدرة على التحرك والنشاط والاتصالات والمواصلات وعندك برضو ايجابية عالية في النقاشات يعني عندك قدرة على الاقناع عالية جدا عندك سرعة بديهة عالية جدا بتقدر توصل المعلومة بكل شفافية وايجابية لاي شخص بتنشطوه بامور الها علاقة بالحركة او امور الها علاقة بالتنقلات في منك رح ينشط بامور الها علاقة بالاتصالات اللي عندهم دراسة او امتحانات اليوم بيبدعوا بشكل جيد جدا وفيه علاقة ممتازة رح تكون بينك وبين اخ او جار اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه البيت الرابع روتيني يعني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي فعشان هيك انت بتتحكم في وضع البيت على حسب طبيعتك وطبيعة مزاجك وطبيعة برضو الابراج اللي موجودة في البيت هم عندهم برضو روتيني يعني اليوم رح يكون جيد ولا هم رح يفتعلوا المشاكل ويختلقوا المشاكل من ضمن البيت هذا طبعا بحتمه الروتين اما بالنسبة للخامس البيت الخامس فهو برضو روتيني فعشان هيك برضو علاقتك العاطفية اليوم روتينية على حسب طبعك اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه ممتاز جدا وجيد جدا بدعمك بقوة هائلة جدا من الحضوض على المستوى العملي يعني على كل الاشغال والاعمال الموكلة للايلك اليوم تقدر تنجزها باريحية وفي نفس اللحظة عن المستوى الوضعي الصحي جيدة وبتدعمك بقوة اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف برضو ايجابي على مستوى التعاون ما بينك وبين الشريك كان بالعمل او شريكك في البيت له زوج او زوجي برضو جيد في نوع من انواع الاتفاق والتوافق ما بينكو بدعمكو بقوة فعشان هيك برضو استغلوها بشكل ايجابي لتدعيم العلاقة الزوجية او القطة القادمة او خطط قادمة للمرحلة القادمة بصير بعملية التوافق ما بينكو اما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد برضو بدعم اه الامور اللي الها علاقة بالممتلكات الها علاقة بالديون الها علاقة بالمستردات القانونية يعني كلها على المستوى الاموال المشتركة جيدة وبرضو ممكن انت اليوم شغلة كنت مضيعها اليوم تلاقيها اه كنت فاقد شيء اه يرجعلك اه اليوم تبحث عن شيء معين بتلاقي اه اه اشياء الها علاقة بالامور الروحانية والغيبية برضو ايجابية بتدعمك يعني برضو في استغلال لهاي الامور بتدعمك بشكل قوي حتى ممكن تحكي عن امور الها علاقة بالميراث برضو جيدة اما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع جيد جدا بدعمك على مستوى الاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام في مسائل الها علاقة اما بالسفر او بالدراسة او بالتحليل او بالنقاش اه سياسي نقاش ديني اه فلسفي اه كل هاي الامور برضو ايجابية بتدعمك بقوة او الاهتمام باوراق قانونية اما بالنسبة لبيتك العاشر بيتك العاشر متقلب برضو يعني بعطيك ايجابية وبعطيك سلبية فعشان يكم يقول لك يعني حاول انك تنجز الاعمال الضرورية بدون ما ترهق حالك كثير وفي نفس اللحظة ما في داعي للانفعال والاندفاع انك تتهور تروح لانت مغامر ومخالف القوانين في الفترات السلبية فيعني تروح الا انت صار بينك مشكلة انت وبين رجال الامن على حسب مخالفتك للقوانين اما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الاصدقاء والعلاقات فانا شايف انه ضاغط جدا عليك اليوم فهذا بممكن يسبب لك خلاف ما بينك وبين احد الاصحاب او الاصدقاء وممكن برضو انه تحتد على موضوع معين بتصرفوه او بهملوك فيه او بيستغيبوك بنمو عليك بصلك الخبر او بتكتشف صديق خيان تلقلك او او تصرف سيء باستغابة من وراك فممكن يسبب لك مشكلة حاول انك انت تتجنب المشاكل هاي وحط حدود للعلاقة اما بالنسبة لبيت المتاعب برضو فيه نوع من انواع السلبية فعشان كم نقول لك دير بالك على صحتك حاول تنجز الاعمال الضرورية ما تجهد حالك كثير باعمالك على اساس انه انت تسيطر على الامور بشكل جيد اذا شعرت باي عراض صحية جانبية حاول اما انك تاخد ادويتك اذا انت بتاخد ادوية مزمنة او انه اذا شفت الامور الزيادة عن اللزوم استشير طبيبك بس انا بقول لك راقب غذائك وان شاء الله انه ما بصير ولا اي شيء مرج الجوزاء يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وانجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون اهمال صحتكم ما توقع على عقد وما تبدأ عملي جديد هاي فترة فارغة من الحض يعني حاول انك تحلل الامور بهدوء ابتعد عن الضوضاء ما تقرر على اي شيء عشان ما يخيب املك من اسوأ ايام الشهر لانه القمر موجود في بيت المتاعب لما يوصل القمر لعندك بصير يوم ايجابي ضايله يومين او يوم ونص وبوصل لعندك بتكون امورك جيدة اما بالنسبة لبيت الاول بما انه بيت المتاعب ضغط معناته النفسية رغم الضغط هاد في نوع من انواع الايجابية يعني رغم الضغط اللي موجود من بيت المتاعب ولكن اليوم يختلف عن توقعات الامس انه اليوم انتي عندك طاقة ايجابية وفي نفس اللحظة ثقتك بنفسك عالي عندك قدرة على انجاز مهام كثيرة بتساعدك على انجاز كثير من الامور اما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد برضو على مستوى الاموال فعشان هيك اللي بيسعى بمسعى لتحصيل اموال اليوم بتكون ايجابية لالو ان كان الاموال هاي من عمل اضافي او من امور الها علاقة بطلب الديون او مستحقات لالك او رواتب او اشياء من هذا القبيل او مساعدة حتى اليوم ايجابي وبدعمك على هاي النقطة اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا برضو على مستوى النقاش والجدال عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع اي شخص بوجهة نظرك اليوم بتنشط في امور الها علاقة بالحركة او الها علاقة بالمراسلات بالاتصالات يعني عندك اهتمامات عالية اليوم حتى على موضوع الدراسة او حث ابنائك على الدراسة برضو اليوم ايجابي بالنسبة للبيت الرابع برضو في نوع من انواع الايجابية يعني بكسر باب الروتين فعشان هيك فيه توافق ايجابي ما بينك وبين افراد العائلة فيه اهتمامات منزلية عالية جدا اليوم فيه تقارب ما بينك وبين العائلة يعني يوم بحمل في طيات واشياء ايجابية بتساعدكم في كثير من الامور وممكن انه اليوم يصير فيه تقارب ما بينك وبين افراد العائلة او انجاز بعض الامور البيتية اما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد جدا برضو بدعمك على مستوى العاطفة عواطفك شوي جياش اليوم فيه عندك رغبة للتقرب من الحبيب او يعني اشياء بتجمع ما بينك وبين الحبيب او بتعمل تقارب او مغازلة او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد جدا برضو بدعمك على مستوى العمل على مستوى العلاقات العامة على مستوى النجاز بعض الاعمال المهمة من خلال الاعمال الموكلة لاي لكن كانت بيتية او على رأس عملك وفي منك برضو ممكن اليوم يهتم بشأن صحي او لاحد المقربين برضو رح يكون ايجابي اما بالنسبة للبيت السابع فبدعمك على مستوى الشراكي بيعمل نوع من انواع التقارب ما بينك بين الشركاء اللي هم الازواج الزوجات لدرجة انه ممكن انت اليوم تعملوا نوع من انواع التقارب ما بينك او الحلول لشيء معين او التعاون على مسألة معينة اما بالنسبة للبيت الثامن فهو برضو ايجابي بيدعمك على مستوى الاموال اللي ما بتعودلكو والامور الغيبية والاهتمام ببعض المسائل الحكومية مثل مستحقات او ضريبة تأمين او مساعدات خدمات اجتماعية كلها هاي برضو بتدعمك بشكل قوي اما بالنسبة للبيت التاسع فهو ايجابي برضو على مستوى الاتصالات الخارجية او التواصل مع اشخاص خارج البلاد وممكن برضو تفتح لك بعض المجالات الايجابية بالتواصل لدرجة انه انت رح تهتم بالمراسلة او باشخاص مئنان على حالهم او ممكن تفكر في اشياء لها علاقة باوراق سفر او بسفر او معاملات او حتى مراسلات او في منك رح يهتم باوراق قانونية واشخاص رح تهتم بالدراسة وخصوصا على المستوى الجامعي اما بالنسبة لبيتك العاشر فهو حاد جدا اليوم على مستوى بيت السمعة فعشان يكما نقول لك لا تخالف القوانين ولا تغامر ولا تدخل باشياء مشبوهة حاول انك تحافظ على سمعتك قدر الامكان اما بالنسبة لبيتك 11 فهو ايضا حاد على مستوى العلاقات والاصدقاء فممكن ينتج اي تصرف من صديق او من معرفي او ممكن انت تتهرب او تحتد على تصرف احد الاصدقاء او اهمالهم لا اليك او نميمتك او النميمة عليك في مسألة معينة فانت تكون عصبي من هذا الباب اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج السرطان بتسعد اليوم في اما الاتصالات مع الاصدقاء او تعاونكم معهم او تعاونهم معاكم ممكن يفاجأك احدهم بتصرفاته او طلباته اهم ايش انك ما تبقى وحيد ظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك ممكن تفرح بدعم جهة ما يعني شوي الامور هيك تدعمك باتجاه لقاءات او تعاون او اشياء متبادلة ولكن برضو في امر راح انا احذر منه اللي هي استغلال طيبتك وعاطفتك او انه ممكن انك تحس بعض الاشخاص استغلوك بالفترة الماضية فممكن هذا الامر يزعجك وممكن يكون فيه خلاف ما بينك وبين احد الاصدقاء اما بالنسبة للبيت الاول فهو جيد ما زالت الامور جيدة حاول انك تنجز اللي بتقدر عليه من اعمال خلال هذا اليوم على اساس انه القمر كمان يوم ونص رح ينتقل عندك رح يصير في بيت متعبك فعشان هيك حاول انك تنجز كل الامور اللي بتقدر عليها خلال هذا النهار عشان الفترة القادمة تبقى انت مستعدلها بالنسبة لبيتك الاول بيدعمك بشكل جيد على المستوى النفسي والشخصي فاليوم ممكن يتحقق كثير من الامور الجيدة اللي بتدعم من نفسيتك وبرضو بتكون معنوياتك مرتفعة اما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد برضو على مستوى الامور المالية فممكن يتحقق بعض المكاسب المالية من عمل اضافي او ممكن انت تطلب بعض المساعدات المالية او ممكن يجيك نوع من انواع الهدية او الهبة او المساعدة في منك رح يهتم ببعض المشتريات وفي منك رح يهتم بامور مسائل الها علاقة بالميزانية اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى البيت الثالث بدعمك على مستوى الاتصالات والنقاشات عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الاقناع عالية جدا نشاط وحركة جيدة وممكن اليوم برضو انت تنشط في امور العلاقة بالاتصالات والمواصلات اما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت بدعم من وضعك في المنزل وممكن يعمل نوع من انواع تقارب بينك وبين افراد العائلة وممكن يكون فيه اشياء ايجابية او الاهتمام بتصلحات وترميمات او التزامات منزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد جدا بدعمك بقوة على مستوى العاطفي فاليوم عواطفك جياشي عندك رغبة بال يعني شغوف جدا اليوم انت عاطفيا ممكن انت تفتقد بعض الاحبة او تحاول تتواصل معهم يعني برضو بدعمك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت السادس فمستوى البيت السادس برضو ممتاز على مستوى العمل يعني اي عمل توكل اليوم بتقدر تنجزها ما عندك اي مشاكل وفي نفس اللحظة تهتم بشؤونك الصحية اما بالنسبة لبيتك السابع فبدعمك على مستوى الشراكي وبيعمل نوع من انواع تقارب ما بينك وبين الشريك بتكون تقارب ايجابي فممكن من خلال هذا التقارب انك تحقق انجازات او تحقق شيء ما كنت تتوقعه بالفترة الماضية وممكن يكون فيه مصالحات اما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني ما فيه شيء لا ايجابي ولا سلبي الا انه بضغط على الوضع الميزانية فممكن يكون عندك مشتريات او الاتزامات زيادة فهم نقول لك حاول انك تقلل من المصاري في قدر الامكان اما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط جدا على مستوى الامور اللي لها علاقة بالاتصالات البعيدة او التعامل مع اشخاص خارج البلاد او معاملات قانونية يعني فيه نوع من انواع الضغط السلبي على البيت التاسع عندك حاول قدر الامكان يعني ما تشحن حالك بطاقة سلبية وتجاوز هاي الضغطات اما بالنسبة لبيتك العاشر فعلى مستوى بيت السمعة يعني الضغط بسيط فعشان هيك برضو منقول لك دير بالك ما تحاول تشوه سمعتك وما تدخل باشياء مشبوهة وما تخال في القوانين حاول انك تمسك عصابك على اساس انك ما تشوهش سمعتك باي تجربة او اي شيء اما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 12 هو جيد برضو بدعمك بقوة على مستوى بيت المتاعب ما فيه اي شيء بخوف حاول ان قدر الامكان انت اليوم تستفيد منه تراقب وضعك الصحي برضو تلتزم بادويتك تاخد قسط كافي من الراحة من وقت لاخر يعني الامور بتدعمك باشياء ايجابية خلال هذا النهار برج الاسد يوم مناسب لانجاز العمال واللي بيرغب بادخال تعديل على عمله بوسعكم اثبات جدارتكم للمسؤولين اهمش انك ما تتذمر من كثرة العباء الضغوط كبيرة لكن فترة مهمة لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وادائك سيطر على اعصابك حتى لو شعرت بالانزعاج طبعا القمر موجود في بيتك العاشر فعشان هيك بيعملك نوع من انواع التقلب في كثير من المسائل خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الاول يعني بيت الشخصية فروتيني على حسب طبيعتك اليوم بتكون يعني اذا انت من النوعية العصبي بتكون عصبي اذا انت من النوعية المرح وعادي اللي بتمشي الامور بتمشي معك الامور بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الامور المالية اليوم تقدر تحافظ على ميزانيتك او تضبط ميزانيتك ممكن تهتم في بعض المشتريات ولكن نقولك دير بالك من المصاريف لزيادة في منكو ممكن يهتم في بعض المسائل اللي اللي لها علاقة باسترداد اموال او امور اللي لها علاقة بالمساعدات والهبات في منكو بنجح بتحصيل على مكسب مالي من عمل اضافي اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات وعلى مستوى التواصل وعندك نشاط اليوم سرعة بديهة عالية بتقدر تتواصل تقنع اي شخص بوجهة نظرك في عندك يعني نوع من انواع الحيوية عالية جدا ممكن من خلالها تحصل كثير من الاشياء في منكو ممكن يساعد احد ابنائه على الدراسة وفي منكو ممكن انه ينشط في امور تحليلية او امور العلاقة بالبحث او النشاط الفكري اما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت يعني في امور مستقرة يعني بتدعم من موقفك على مستوى البيت نوع من انواع التقارب تعاملك مع الاهل فيه انجازات او اشياء اهتمام ببعض الاعمال نشاطات منزلية كلها هاي الامور بتمشي على اكمل وجه وبكون فيها ايجابية اما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني على المستوى العاطفي لا ايجابي ولا سلبي بالعكس يعني الامر على حسب الطبيعة بينك وبين الحبيب بتكون خلال هذا النهار بالنسبة لحضوضك ما تراهن عليها نهائيا لانه ما بدعمك الحظ اما بالنسبة لبيتك السادس فهو جيد على مستوى الامور العملية فعشان هيك بساعدك في انجاز كثير من المهام او الاعمال او حتى النشاط العملي او تفكر في مشروع او تفكر في شيء معين او تحاول انك تبحث عن حل ازمة عملية عندك او تطلع بافكار جديدة اما بالنسبة لبيت السابع فانا شايف فيه نوع من انواع الضغط رح يكون اليوم فعشان هيك محتمل انه تتصرف بتصرف يكون صعب شوي او يكون فيه نوع من انواع الحدية ما بينك وبين الشريك او سوق خلاف او شغلي زي هيك شريك المال او شريك العاطفي يعني زوج او زوجي اما بالنسبة لبيت الثامن فانا شايف الامور جيدة على المستوى البيت الثامن ولكن برضو بتميل للمصاريف بتميل للدفع للاصراف بتميل للشكواني لذيق الوضع المالي هاي الامور كلها فيها نوع من انواع الضغط على الامور المالية هي جيدة في امور اذا طالبت في امور لمساعدي او لنوع من انواع الدعم اما بالنسبة لبيت التاسع فالبيت التاسع برضو بدعمك بشكل جيد بساعد في كثير من الامور خلال هذا النهار في منكو ممكن ينشط بالاتصالات الخارجية او اوراق قانونية او تعامل مع اشخاص خارج البلاد او مراسلة او اتصالات دراسة بالنسبة للي في المراحل الجامعية يعني كلها هاي فيها نوع من انواع الايجابية اما بالنسبة لبيت العاشر فانا شايف البيت العاشر كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 في نوع من انواع الضغط على مستوى العلاقات والاصدقاء ممكن يسبب لك نوع من انواع الضغط في التعامل مع احد الاصدقاء او تكتشف من بعض الاصدقاء انهم اما بيتكلموا عليك بيستغيبوك بنموا عليك او بتآمر احد الاصدقاء عليك او بيحاول انه يدخل في حياتك يعني كل الشؤون هاي ممكن تحدث مشكلة من واحدة منهم اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بدعمك بشكل كبير بحسن لك بعض الامور ممكن تنجز كثير من اعمالك خلال هذا النهار ووضعك الصحي بتهتم فيه ممكن تهتم فيه فيتامينات مكملات غذائية تبدأ بحمية اشياء من هذا القبيل كلها هاي بتكون ايجابية في منكم ممكن ينزعج بسبب خبر بتعلق في احد الاحبة او الاصدقاء مرج العذراء طبعا القمر موجود في البيت التاسع فبركز الفترة هاي على امور الاتصالات والمواصلات الخارجية او التواصل مع اشخاص خارج البلاد بتنجحوا بعمليات الاتصالات والمراسلات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم باحباءكم بترتفع المعنويات والفرص النجاح بتكون عندكم بشكل كبير وبتعود لامساك او لامساك بزمام الامور هاي فترة ايجابية جدا بتسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر او تجاوب معك يعني الفترة هاي بمعنى اخر بكون فيها ايجابيات كثيرة على كل الامور اللي بتتعلق في البيت التاسع اما بالنسبة للبيت الاول فالبيت الاول اليوم بدعمك بشكل قوي جدا على المستوى النفسي ممكن يساعدك في كثير من الامور يعني تتحرك بنشاط عالي جدا لانجاز كثير من المهام شخصيتك حلوة كثير ونفسيتك مرتاحة بالنسبة للبيت الثاني جيد على المستوى امور المالية فاليوم ممكن انك تهتم في مسائل مالية ممكن تحصيل اموال او فوترة او جدولة حسابات او ممكن طلب مساعدي مالية او استحقاق لا اليك او اموال بتعود لك كنت مداينها لاشخاص ومش قدر تحصلها اليوم ممكن انت تحصلها بالنسبة للبيت الثالث برضو ايجابي بدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والتواصل سرعة بديهة عالية عندك برضو عندك قدرة على الاقناع واضحة جدا عندك نوع من الحيوية في منك راح يهتم بامور الها علاقة بالنقاشات او بالاتصالات او بامور الها علاقة ببحث عن مسألة معينة او دراسة اما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت ما بدنا نقول جيد جدا جيد فيعني محتمل انه تطالع على او برج الشريك او برج الاشخاص اللي معك في البيت ممكن هو اللي يسبب لك مشاكل ولكن من عندك انت الامور جيدة وعندك اليوم تقدر تنجز بعض المهام او الاهتمامات العائلية او المنزلية او تصليحات ترتيبات ترميمات كل هاي الامور بتكون جيدة عندك قدرة على حل كثير من المسائل البيتية اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف البيت الخامس شوي بكون فيه نوع من انواع التقلبية في المزاج ما بين حدية وما بين ايجابية فبتلاقي اليوم على المستوى العاطفي عندك مزيج يعني فيه نوع من انواع الخربطة اللي ممكن انه يوترك في لحظات ممكن تنبسط في لحظات ممكن تعصب في لحظات ولكن برضو ما بدعمك على ممارسة الحدود نهائيا اما بالنسبة للبيت السادس فشايف فيه نوع من انواع الضغط على المستوى العملي عندك فعشان هيك ممكن تحتد الامور العملية او تتراكم عندك بعض الاعمال وفيه منك ممكن يصلوا خبر عن عمل فشل في تقديم طلب رفض تصريح اشياء من هذا القبيل على المستوى العملي برضو بتكون تهتموا بوضعك الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف على مستوى الشراكة المالية والعاطفية جيدة وبتدعمك بشكل قوي فيه نوع من انواع التوازن والتقابل ما بينك وبين الشريك فعشان هيك الامور ايجابية وفيه نوع يعني محور تلاقي ما بينك وبين الشريك اما بالنسبة للبيت الثامن يعني فيه نوع من انواع الضغط المالي اما مصريف او التزامات او ديون او اشياء العلاقة في ثامين في قرض فيه اشياء من هذا القبيل بيكون فيه عليك نوع من انواع الضغط حاول انك تقلل من مصريفك اما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر جيد بدعمك على مستوى عملك او من مؤسسات كبيرة بتتعامل معها وفيه منكم ممكن اليوم يعني يصير فيه نوع من انواع الدعم اما من زميل او من رئيسه بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيعمل نوع من انواع الضغط على علاقاتك على اصدقائك فيه ممكن مشكلة معينة او تصرف منهم يعني بيكون عكس ما بدك انت فيه بيخليك تعصب او تحتد او تدخلهم في حياتك او في شؤون حياتك او محاولتهم انهم يفرضوا رأيهم عليك حاول قدر الامكان انك انت تمسك حالك وما تكبر المشكلة اما بالنسبة لبيت المتاعب ففيه نوع من انواع الضغط عشان يقول للاشخاص اللي باخذوا ادوية مزمنة انهم يراقبوا ادويتهم بشكل جيد ما يرهقوا حالهم كثير يحاولوا ينجزوا العمال الضرورية يحاولوا ياخذوا قسط يعني قسط بالراحة من وقت لاخر برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي الو صلة او الو علاقة بشراكة او تعويض صحتكم او صحت قريب الكم بحاجة للرعاية سارع في تهدئة الخواطر وترتيب الاوضاع ممكن تتخلى عن مطلب او عن خطوة في هاي الفترة يعني بنصحك انك تتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الاوضاع واعادة بعض الامور اللي نصابها ممكن تنشغل بمعاملة او باوراق اما بالنسبة للبيت الاول فهو جيد بدعمك على المستوى النفسي بشكل قوي جدا يعني بعزز بعض النقاط القوية وخصوصا ان القمر الان تحرك من مقابلتك فعشان هيك بحقق لك اشياء ايجابية فعشان هيك منقول لك انه حاول انك اليوم انت تستفيد من هاي الطاقة الايجابية يعني ممكن انها تساعدك في كثير من الامور اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف على الوضع المالي الامور جيدة يعني ممكن تحصل بعض المكاسب المالية اليوم اما اموال بتعود لك او اموال شراكي مثل ما ذكرنا في البداية ممكن رواتب ممكن مستحقات ممكن من عمل اضافي اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد برضو على مستوى التواصل والاتصالات عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الاقناع واضحة تماما بتنشط في اكثر من مجال بتكثر بالنقاشات في منكو ممكن يهتم بمسائل العلاقة بالمراسلة او بالدراسة او ببحث معين اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف على مستوى البيت الامور ايجابية في نوع من انواع الطمأنينة على مستوى البيت في منكو بيهتم بتصلحات ترتيبات او بعض الالتزامات البيتية او اهتمامات عائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط تماما فعشانيك على الامور العاطفية يعني حاد جدا فممكن هذا يسبب مشاكل ما بينك وبين الحبيب او صوخ خلاف او ممكن اختلاف وجهات النظر ما تحاول انك تفرض سلطتك او تتحكم في الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف الامور جيدة على مستوى العمل يعني بتقدر تنجز بعض الاعمال وخصوصا الاشخاص اللي بيعملوا من البيت عندهم قدرة عالية على انجاز بعض الاعمال وفي منكو بيهتم في مسائل صحية اما بالنسبة للبيت السابع جيدة على مستوى الشراكة فبدعم من علاقتكم بشركائكم بيعملوا من انواع التقارب ما بينكو بينهم الاجواء تقريبا امنة اما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع جيدة على مستوى الاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد في منكو ممكن يهتم بمسائل الها علاقة بامتحانات بدراسة باشياء من هذا القبيل وفي منكو ممكن يهتم في مسائل الها علاقة في بعض النشاطات يعني رياضة او امور مهنية او فنية اشياء من هذا المنطلق وفيه برضو اشخاص بيهتموا باوراق قانونية اما بالنسبة لبيتك العاشر فشايف البيت العاشر ايجابي برضو بدعمك بشكل ايجابي فممكن اليوم بمساعدة صديق او زميل او رئيسك بالعمل تنجز بعض الاعمال المهمة وفي منكو بيحافظوا بدافع عن سمعته اما بالنسبة لبيتك 11 عمستوى بيت الاصدقاء شايف فيه نوع من انواع الضغط الكبير اللي ممكن انه يسبب لك بعض الخلافات او بعض سوء الفهم ما بينك وبين الاصدقاء حاول قدر الامكان انك تمسك اعصابك وما تحاول تتجاوب مع هاي الخلافات عشان ما تكبر الفجوة وتصير مشكلة كبيرة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد فبدعمك على مستوى البيت المتاعب يعني بتقدر تحافظ على صحتك بتقدر انك انت تنجز عمالك بتحاول تاخذ قصد كافي من الراحة اهتمامك بأدويتك وبغذائك ممكن برنامج غذائي مثلا او مكملات غذائية برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكتكم اتجنب الانفعالات اللي بتخفي عداوي لاسيما مع الادارات او مع المسؤولين بحذرك من المشاركة باي جدال او صراع لانك اليوم راح تكون الامور فيها ضغط عليك وممكن انت اللي تكون خاسر والخصم تاعك بيكون اقوى واشرس منك اما بالنسبة لبيت الاول فانا شايف الامور روتينية على المستوى النفسي فعشان هيك انت على حسب طبيعتك بتكون يعني الاشخاص اللي عندهم قدرة على شحن حالهم بطاقة ايجابية بتكون امورهم ايجابية الاشخاص اللي بنضغطوا بعصبوا بنفعلوا فهم راح يكونوا منفعلين الاجواء الروتينية ما فيها اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة للبيت الثاني بتخللوا بعض المصاريف او الدفعات المالية او الالتزامات المالية او المشتريات فعشان هيك يكون في نوع من انواع الضغط المالي اليوم او المصاريف المالية حاول انك تهتم فيها بدون ما ترهق حالك بمشتريات مش ضرورية اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتواصل واقناع الاطراف بوجهة النظر او يعني الاهتمام بالمراسلات بالاتصالات كل هاي الامور بتكون ايجابية خلال هذا النهار حاول انك تستغلها بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فهو ضغط على مستوى البيت يسبب لك نوع من انواع الخلافات او ردات الفعل العصبية ممكن انه ما يتجارو معك اللي في البيت او ما يتجاوبو معك او يكونوا مخالفين لإلك في بعض الاعطال المنزلية او الاهتمام في بعض التصليحات المنزلية اللي ممكن انها يكون في منها مرهق او مربك في بعض الخلافات ممكن انت شوية تكون مربكة لإلك اما بالنسبة للبيت الخامس البيت العاطفي برضو بكون فيه نوع من انواع الضغط فعشان هيك شوية الأمور بيكون فيها نوع من أنواع الحدية بالتعامل مع الحبيب ممكن سوء تفاهم أو محاولة فرض السلطة من طرف الحبيب عليك أو استفزازك بمسألة معينة بتعمل نوع من أنواع الفجوية فيه ممكن برضو اكتشاف تصرف خاطئ من الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى الأعمال وإنجاز الأعمال يعني بتقدر تنجز كثير من المهام والأعمال المطلوبة منك فيه منك رح ينشط في مسائل إلها علاقة في وثائق معاملات أو إجراءات عملية وفيه منك رح يهتم بشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن برضو بتزيد عليك الالتزامات يعني الفترة هاي فيها نوع من أنواع الضغط المالي حاول قدر الإمكان أنك ترتب أمورك المالية بدون ما ترهق حالك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد اللي بتدعم برضو من مكانتك مع أطراف أخرى وممكن تعزيز علاقات مع أشخاص فيه منك باهتم بأمور دراسية أو أوراق قانونية أو معاملات قانونية وفيه منكو بنشط بأمور زي رياضة أو اتصالات أو امتحانات كلها هاي بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء تقريبا شبه روتينية على مستوى بيت السمعة فما فيه أي شيء لا بيخوف ولا بيهدد وضعك بالعكس على طبيعتك بتمشي الأمور أما بالنسبة لبيتك 11 فهذا بيعمل نوع من أنواع الصدام بالعلاقات بينك وبين الأصدقاء فحاول تمسك أعصابك وما تحتد وتعصب من تصرف أحد الأصدقاء وفيه منهم ممكن هو اللي بيستفزك أو بيحاول أنه يدخل بشؤون حياتك امسك أعصابك برضو وما تنفعل لهذه الأمور وحط حد للأمور وخلاص بتكون الأمور إيجابية أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف بيت المتاعب فيه نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بتحس أنه الفترة هاي أنت فيه نوع من أنواع التوتر أو الضغط الكبير اللي موجود عليك حاول قدر الإمكان أنك تمسك أعصابك وما تنفعل إنجز الأعمال الضرورية حاول تأخذ قصد كافي من الراحة راقب أغذيتك أدويتك وبرضو ما فيه داعي للمغامرة فيه منكم ممكن يسمع خبر شوي يزعجه بتعلق بأحد الأحبة أو أحد المعارف مرج القوس رغم تراكم العمل أنتوا قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نضموا جدول غذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة لا تلتهي بالقشور من المستحسن أنك تبدأ عملك باكر إذا أردت نتائج مرضية فترة مثمرة وسعيدة بتلتقي أو بتتلقى نتائج لجهودك السابقة وبتنطلق في مرحلة جديدة يعني برضو الأمور يعني شوي بتركز على بيت العمل والصحة فمنقول لك أنه شوي تركز على العمل وانتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور يعني نفسيا أنت اليوم في نوع من أنواع التحسن النفسي رغم أنه وجوده في مكان حساس للقمر إلا أنه نفسيا أنت تقدر تعزز ثقتك بنفسك وتشحن حالك بطاقة إيجابية وتتجاوز مراحل الاكتئاب أو التقلب النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت الثاني فهي بتعزز بعض المسائل أو بعض الأمور اللي ممكن يكون فيه منها تقلبات ممكن يجيك فلوس وتكثر عندك المشتريات في نفس اللحظة أو المصاريف حاول أنك ترتب أمورك المالية بشكل جيد مع هاي التقلبات وما تحاول أنك تنجر وراء المصاريف الزيادة أو الأشياء اللي مائلها داعي أما بالنسبة للبيت الثالث فهو ضاغط عليك بالنسبة للعصبية فعشان يكون عندك نوع من أنواع الحدية في النقاشات ما عندك تركيز قوي يعني عشان هيك ممكن أنت اللي تعتبر ضعيف خلال هذا اليوم إذا فتحت نقاشات فممكن بالصوت أو بالعصبية ما تحقق النتائج وخصمك يكون أقوى منك حاول قدر الإمكان أنك ما تعصب وما تنفعل في منكو ممكن اليوم يتعرض لإصابة أثناء الحركة خصوصا الأشخاص اللي بتحركوا كثير فممكن إيده تضره في الباب رجله هيك شوي توجعه يعني شوي بدك تدير بالك على وضعك الصحي وبرضه إحتاط من الإصابات واللي عنده امتحانة أو عنده دراسة بده يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف عن مستوى البيت الرابع في ضغوط يعني في منها رح يكون مربك على مستوى البيت فعشانك حاول تمسك عصابك بدون ما تنفعل بهذه الأمور وتكبر وتصير مشكلة ما إلها داعي يعني حاول أنك أنت تمسك عصابك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت السادس أنا شايف أنه ممتاز على مستوى العمل والاتصالات يعني مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع برضو جيد على مستوى التعامل مع الشركاء مع الشريك يعني الأمور بتكون فيها تقارب تقدر تنجز كثير من المهام ما بينك وبين الشريك وممكن يكون فيه نوع من أنواع المصالحة أو التقارب أما بالنسبة للبيت الثامن فهي جيدة على مستوى الأموال اللي ما بتعود لك يعني بمعنى بتقدر أنت تهتم بمسائل قانونية أو أشياء مثل تأمين ضريبة بعض المستردات المالية ممكن أنت مدين أشخاص اليوم تسترد هذا الدين أو طالب فيه في منكم ممكن يهتم بأمور العلاقة بالقروض والمساعدات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا بدعمك على مستوى الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل مهمة جدا حاول قدر الإمكان أن تشحن حالك بطاقة إيجابية لتستفيد أكثر كم ممكن من الفائد من البيت التاسع على مستوى الدراسة، الامتحانات، على مستوى الاتصالات، المواصلات على مستوى المعاملات التي تتعلق بالسفر ممكن تهتم فيها أوراق قانونية كلها هذه تيجي إيجابية أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو بدعمك على المستوى الشخصي يعني بتحافظ على سمعتك، بتثبت سمعتك، بتدافع عن سمعتك بصير فيه نوع من أنواع تعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فبنشوف فيه ضغط كبير على مستوى بيت الأصدقاء فممكن أنه يكون فيه سبب أو خلاف أو مشكلة ما بينك وبين أحد المعارف أو العلاقات العامة أو أصدقائك بسبب التطفل أو التدخل في شؤون حياتك فممكن يزعجك بتصرفه أو بكلامه أو تكتشف أمر معين فتصير خلاف حاول أنك تحلها بدون مشاكل بيكون أفضل أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف بيت المتاعب برضو فيه نوع من أنواع الحدية فعشان هيك بنقول لك حاول تمسك أعصابك وما تعصب وما تنفعل على أساس أنه الأمور شوي بتكون سلبية عليك حاول أنك أنت تنجز العمال الضرورية ما ترهق حالك كثير بالأشياء الموكلة لإلك حاول تهتم بغذائك وأدويتك وحاول تأخذ قصد كافي من الراحة مرج الجدي بترغبوا اليوم في تقرب من أحبائك ومتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أهم شيء إنك ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت لأحبائك بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر ولكن لا تسمح للشؤون الشخصية بالتأثير عليك القمر موجود في بيتك الخامس بيت العاطفي والحظ بيدعمك بشكل كبير خلال هذا النهار فحاول تستغل هاي الإيجابية أما بالنسبة لبيت الأول فالنفسي اليوم أحسن مرتاح أكثر في عندك حيوية عالية جدا يعني الأمور مطامنة صحيح إنه رح ييجي أوقات خلال هذا النهار شوي تعملك نوع من أنواع تقلب المزاج ولكن أنه أنت بتسيطر على الأمور أما بالنسبة لبيت الثاني أنا شايف على المستوى المالي في نوع من أنواع الضغط أو التفكير في التزامات أو بعض الدفعات أو بعض الأشياء اللي ممكن إنها بتربكك ماليا يعني شوي بدك يدير بالك من النفقات للزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات على مستوى المواصلات والتنقلات عندك نشاط عندك حيوية اليوم بتنشطه في أمور النقاش وعندك سرعة بديهة عالية وأمور الدراسة والتحليل بتكون ممتازة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع روتيني يعني هو فيه إيجابية ولكن أنا شايفه على الوضع الروتيني أكثر بدناش نحكي إيجابي فعشان يكي بتنجز الأعمال أو الأشياء المطلوبة منك أو الأمور المطلوبة منك خلال هذا النهار يعني بتكون الأمور يعني شيئا ما فيها نوع من أنواعي الإيجابية ممكن تنشغل في بعض التصليحات أو الترميمات المنزلية أو بعض الاهتمامات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات إيجابي أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ممكن تنشغل في بعض الملفات أو الأوراق أو المعاملات أو ممكن تنجز بعض الأعمال خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم بشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي يعني جيد جدا برضو بدعم نوعية الشراكي أو العلاقة بالشراكي بيعمل نوع من أنواع تقارب أو التلاقي ما بينك وبين الشركاء شركاء مال أو شركاء عاطفي أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف برضو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك على حسب وضعك بتتعامل على أمور الأموال أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل وأوراق قانونية أو معاملات قانونية بتكون كلها لصالحك في منك رح يهتم بمسائل إلها علاقة بالدراسة أو التحليل أو أشياء إلها علاقة بالنقاشات سياسة دين إلها علاقة بالغيبيات بالمواريث بالأشياء اللي من هذا القبيل كلها جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور روتينية برضو على مستوى السمعة ولكنها بتميل للإيجابية أكثر فعشان هيك اليوم تقدروا تحافظوا على سمعتك وعلى إنجازاتك القائمة وبرضو بتقدروا تحافظوا على مستوى عملكم وخصوصا بتعاملكم مع أحد الزملاء أو رؤساتك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 ففي نوع من أنواع الضغط من تصرف أحد الأصدقاء ممكن سوء تفاهم أو حدية أو ممكن تكتشفه أو يعني سيئك بعض التصرفات أو بعض الأفكار اللي هو بتتبعها في خلال الفترة هاي فهذا الإشي يخليك تحتد أو تعصب حاول تمسك أعصابك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد جدا بدعمك بقوة خلال هذا النهار فعشان هيك بعزز بعض المسائل اللي إلها علاقة بإنجاز بعض الأعمال الضرورية وبرضو في نفس اللحظة ممكن أنت تهتم بأمور إلها علاقة بالبرنامج الغذائي أو بالتغذية أو بالأدوية أو بالفيتامينات المكملات من هذا القبيل كلها هاي بيكون فيها نوع من الإيجابيات بتساعدك بشكل كبير مرج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن تنشغل بمسائل عائلية أهم إشي أما تترك لحد مجال أنه يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور بتبدو اليوم عندك هيكي مرهف الحس وعندك نوع من أنواع التوتر بسبب قلق ما ممكن يكون في بعض هيكي الجوانب الصحية تكون ضغطة عليك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف البيت الأول يعني فيه نوع من أنواع الضغوط النفسية على المستوى النفسي فعشان هيكي بيكون عندك نوع من أنواع التقلب النفسي في مزاجك وبلاقي فيه نوع من أنواع الحدية كمان فعشان هيكي بيغلب عليك اليوم الحدية أو التهور حتى في تصرفاتك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف نصف النهار بيكون إيجابي بيدعمك بقوة ونصف النهار الآخر اللي هو من ساعات الضحى تقريبا لغاية المساء بيكون فيه نوع من أنواع الضغوط والسلبي عشان هيكي يعني منقدر نحكي إنه فيه اهتمامات مالية ولكن بيغلب عليك النفقات والمشتريات والالتزامات خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فأنت بتنشط اليوم بالنقاشات بالتحركات بالاتصالات بالمواصلات يعني الأمور عندك فيها نشاط عالي جدا خلال هذا اليوم ممكن تستغلها وتستفيد منها يعني بالترويج لسلعة معينة لتسويق مثلا ممكن الاهتمام بامتحانات بالدراسة اهتمام بأحد الإخوة يعني كلها هاي مواضيع إيجابية أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه فيه ما زالت الأمور ضغطة على مستوى البيت بتسبب لك بعض المشاكل أو الخلافات المنزلية أو العائلية أو بعض الظروف اللي ممكن تظهر على الساحة بشكل مفاجئ أو كأعطال يعني أو بعض الأمور اللي بيكون فيها مشاحنات أو أشياء منزلية بيكون فيها نوع من أنواع الصعوبة أو حدث عائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد جدا على المستوى العاطفي يعني بدعمك اليوم بشكل إيجابي على المستوى العاطفي والتواصل مع الحبيب أو الإطمئنان على حاله أو الإطمئنان عليه أو نقطة طلاقي ومصالحة ما بينكم أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى العمل في ضغط يعني بتتراكم العمل عندك خلال هذا النهار وفي صعوبة في إنجاز بعض الأمور وممكن أشياء العلاقة بالمشاكل الصحية إليك أو لا أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراكة يعني بنقدر نحكي روتيني لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعامل على المستوى الروتيني بشكل طبيعي جدا أما بالنسبة لبيتك الثامن فهو جيد بدعمك على مستوى الأموال اللي ما بتعود لك فعشان هيك ممكن بعضكم يهتم بأشياء إليها علاقة بأوراق ميراث أو بمواضيع إليها علاقة بالميراث أو بديون أو مستحقات لأموال أنت بتكون مدعينها على أشخاص اليوم تحاول أنك تستردها في منكوا بهتم بمسائل إليها علاقة بأموال الدولة يعني زي تأمين ضريبة مستردات مساعدات برضو هاي بتيجي بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت التاسع يعني جيدة بالاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن امتحان أو أوراق قانونية أو معاملات قانونية أما بالنسبة لبيتك العاشر على مستوى بيت السمعة ما في أي خطر بالعكس الأمور جيدة جدا أنت محافظة على سمعتك وفي نفس اللحظة بتقدر أنك أنت تتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل لحل بعض المشاكل أو بعض المسائل أو معالجة بعض الأمور اللي بتتعلق بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 ففي خلاف حاج جدا ما بينك وبين أحد الأصدقاء ممكن يظهر خلال هذا النهار أو أنه ظهر من يوم أمس فممكن هذا الخلاف يتطور ويكبر أو ممكن تدخل بنقاشات مع زميل أو صديق يعني شوية تكون النقاشات فيها نوع من أنواع الحدية حاول تمسك عصابك وما تكبر الأمور أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف في ضغط في بيت المتاعب فعشان يكمن نقول لك إنجز الأعمال الضرورية حاول أنك تحافظ على صحتك ما تدخل بخلافات كبيرة يعني يخلي فيه نوع من أنواع مراقبة الغذاء والدواء برضو بالنسبة لا إلك برج الحوت بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون عندكو تعامل مع أخ أو معجار حافظوا على الموضوعية والهدوء والرصانة حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة الخاطر وقوة الأفكار والأعذار بتتمتع بالدينماكية والحماسة يعني يوم بمعنى آخر بدعمك بقوة وفيه إيجابية في كثير من المسائل اللي أنت ممكن تستغلها صحيح أنه مش كل الأمور إيجابية يعني فيه سلبية ولكن بشوف أنا الأهم يعني المناطق المهمة هي اللي فيها إيجابية بالنسبة للبيت الأول نفسيتك أحسن اليوم يعني بتشعر بتحسن أكثر بالمعنويات أكثر من يوم أمس بتلاقي في نوع من أنواع الاستقرار على المستوى النفسي عالي جدا أو برضو مشحون بطاقة كبيرة أما بالنسبة للبيت الثاني شايف الأمور على المستوى المالي برضو ممتازة وجيدة وممكن تتحرك بأكثر من اتجاه خلال هذا النهار مالي وممكن على أمور تحصيل أموال أو أعمال إضافية أو ممكن أموال بتعود لك اليوم تستردها وفي منكم ممكن يحصل على هدية أو على مساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات بدعمك بقوة بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع يعني منشوف على مستوى البيت يعني الأمور فيها نوع من أنواع المشاكل الطفيفة أو الخلافات البسيطة اللي ممكن تتجاوزوها يعني اهتمامات اللي هي الاهتمامات العادية للبيت من أعمال منزلية أو اهتمام بتصليح ترتيب ترميمات مشتريات اهتمام بأفراد العائلة أو لقاء العائلة ولكن أنه بكون الأمر شوي فيه نوع من أنواع الحدية في بعض الأوقات أو بالنسبة للبيت الخامس ما هو أنا بقول لك أنا أنه البيت الخامس على المستوى العاطفي يعني لسه الأمور ما استقرت بالشكل الكبير ولكن هو إيجابي جيد ولكن برضو فيه خلافات قديمة ممكن أنها تظلها ظهر على الساحة أو مواضيع قديمة تظهر على الساحة أو نقاشات في مساء القديمة تحتد وتعصب من خلالها أو تكتشف مسألة بتتعلق بالحبيب شوي تستفزك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى العمل بتتراكم الأمور وعم مستوى الصحة بدكت راعي صحتك وتراقبها بشكل جيد إذا شعرت بأي شيء يعني مش طبيعي حاول أنك تستشير طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى البيت السابع يعني أمور الشراكي جيدة في نوع من أنواع التواصل أو التوافق ما بينك وبين الشركاء شركاء المال أو العاطفي وممكن تصلوا لحل مسألة معينة وممكن يكون في نوع من أنواع التقارب ما بينك وبينه لدرجة أنه بتحل مسائل كثيرة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثامن فشوي بتكون الأمور فيها نوع من أنواع الإيجابية في تحصيل بعض الأموال اللي بتعود لك ممكن أنت كنت مدينها لأشخاص اليوم الطالب فيها تحصل عليها أو بعض المعاملات يعني بعض المستردات القانونية إشي من محكمة أو من تأمين من ضريبة من قرض من ورثة كلها هاي الأمور برضو فيها أمور إيجابية ممكن ينطرح أي مسألة منها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد وبرضو على مستوى الدراسي والأوراق القانونية والمعاملات القانونية كلها هاي بتدعمك بقوة وبتثبت من طاقتك وبتفتح لك مجالات ممتازة حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة كبيرة عشان تستفيد من هذا البيت مع بيتك الثالث بقوة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف البيت العاشر بدعمك بقوة خلال هذا النهار فعشان هيك يصير فيه نوع من أنواع الاستقرار على المستوى النفسي من ناحية السمعة عشان هيك بتقدر تدافع عن سمعتك وتحمي سمعتك وفي نفس اللحظة ما بتسمح لأي شخص أنه شوه سمعتك في خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بضغط عليك على مستوى الصداقات والعلاقات فعشان هيك يكون فيه نوع من أنواع الحدية من تصرف أحد الأصدقاء ممكن أنه حاول يتجاوز حده أو يدخل في حياتك أو أنه يستغلك فهذا الإشي ممكن يثيرك ويخليك تتصرف بعصبية اتجاهه أما بالنسبة لبيتك 12 فالأمور على مستوى بيت المتاعب يعني شوي بدها حيطة وحذر بدك تنتبه لصحتك تحاول أنك تنظم غدائك أدويتك ما تشغل حالك كثير وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر